استضاف مجلس الشورى اليوم في جلسة الاعتيادية الثامنة من دور الإنعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام وناقشت الجلسة بيان وزارة الإعلام الذي تضمن 12 محوراً من بينها التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإعلام في سلطنة عمان وجهود التدريب والتطوير وإعلام المحافظات ومستوى تفاعل الإعلام مع القضايا المجتمعية وفرص ومجالات الاستثمار في صناعة الإعلام وأكد معالي الدكتور وزير الإعلام في البيان أن الإعلام العماني يجسد في مسيرة النهضة الحديثة والمتجددة رسالة إنسانية حضارية وتمكن بخطابه الأمين من السير بخطة واثقة ومتواصلة في القيام بدوره الوطني المعبر بكل صدق وموضوعية عن سمات العماني وإزهامه الحضاري الفاعل والممتد في التاريخ الإنساني وتوعية المواطن بدوره الأساسي في بناء وطنه وتنميته وتقدمه وازدهاره وأشار معاليه إلى أن الإعلام العماني قائم بدوره التنويري والتوعوي المسؤول وإتاحة نشر المعرفة والتأكيد على حرية الرأي والتعبير في حدود القانون ويطلع بدوره الإيجابي في التعبير بكل صدق وشفافية عن سياسات سلطنة عمان ومواقفها الثابتة تجاه مختلف القضايا والأحداث الإقليمية والدولية